منشأة جديدة تحرقها الماليشيا بمدينة تعز الشركة اليمنية لتصنيع المواد البلاستيكية أو ما يعرف لدى أبناء المدينة بمصنع هزا عطاها طيلة عشرة أشهر ظلت هذه المنشأة معقلا رئيسيا للماليشيا بعد أن اقتحمتها وحولتها إلى ثكنة عسكرية وعندما دحرت من المنطقة عادت لتضرم النار فيها قاموا بإحراغ المصنع الحوثيين وقوة العفاش صالح ماليشيات صالح قاموا بإحراغهم لأجل يسحبوا قثثهم الطائحة من قبل شباب المقاومة خلف المصنع وعندهم كان عرباء مكانه وسلاح يسحبوه قاموا بإحراغ المصنع على زين يطلع الدقان يقوم بعملية تغطية لأجل سحبهم والخوف من شباب المقاومة ليقوموا بضربهم خلال الأيام القليلة المنصرمة شهدت منطقة الحصب غربي المدينة معارك ضارية وصلت حتى أسوار مصانعها الزعطاها تكبدت فيها الماليشيات قتلى وجرحى في صفوفها وعلى إثر ذلك عاودت هجوما لاستداد المواقع التي فقدتها لكنها لم تتوفق بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه تم اقتحام هذه الأماكن وصولا إلى قوار مصنع الزعطاها والماليشيات تكبدت خسائر كثيرة وعديدة في العتاد والعدة والأرواح لكن حاولوا الاقتحام واستعادة المواقع من أكثر من مرة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وإعانته وصمود شباب المقاومة تم صدهم فنقوم هنا كدوري نقوم بتمشيط الشارع وصدهم وإن شاء الله سنقوم بالتقدم حتى تحرير تعيز كامل من ماليشيا المخلوع وماليشيا الحوفي تبسط المقاومة نفوذها في الجبهة الغربية على أهم معاقل الجماعة الإنقلابية وتباشر تمشيط مواقع تمركز القناصة يأتي هذا وفق خطة عسكرية تكتيكية تهدف إلى فك الحصار المفروض على المدينة من هذا المنفذ الغربي أنيسة العلواني قناة بالقيس تعز